وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي بتعزيز أنشطة وبرامج سنتوق تحيا مصر لصالح دعم الأسر الأولى بالرعاية ذلك بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني خاصة في إطار مبادرة حياة كريمة وخلال استقباله وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتي جوردون رادمان أكد الرئيس السيسي العلاقات التاريخية الودية بين مصر وكرواتيا وتطلع مصر لتعزيز أليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي الدكتور جوردون جرالتش رادمان وزير شؤون الخارجية والأوروبية الكرواتي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير طامسلاف بوشنياك سفير جمهورية كرواتيا بالقاهرة صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على العلاقات التاريخية الودية بين مصر وكرواتيا وتطلع مصر لتعزيز أليات التعاون السنائي بين البلدين الصديقين أهل شتى الأصعدة إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي لتتواكب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين في ظل المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وما توفره من فرص استثمارية وصناعية هائلة من جانبه أربى وزير الخارجية الكرواتية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مؤكدا الحرص على استمرار التنصيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وتطلع لتطوير وتعزيز علاقات كرواتيا مع مصر ذات الحضارة والتاريخ العريق لسيما في ظل دورها المحوري بقيادة السيد الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات السنائية خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية كما تم استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل وفي مقدمتها القضية الليبية حيث تم تأكيد على أهمية تضافر الجهود لدعم المسار السياسي الحالي الذي يهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في نهاية العام الحالي كما تم تبادل وجهة النظر بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على مكافحة تلك الظاهرة مشيرا سيادته إلى الجهود المصرية للتصدي بنجاح لانتقال اللاجئين عبر المتوسط وذلك من منطلق مسئولية مصر تجاه مواطنيها وكذلك تجاه أمن شركائها مؤكدا سيادته أهمية التعامل مع ملف الهجرة في إطار من المسئولية المشتركة وعدم التركيز على الحلول الأمنية فقط دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في دول المصدر مشيرا سيادته إلى أن مصر تستضيف على أراضيها حوالي ستة مليون مقيم من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية وغيرها يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية ويعملون وقد أعرب وزير الخارجية الكرواتية عن تسمين بلاده للجهود المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي بأسره مؤكدا الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات لتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط ومشيدا في هذا الإطار بجهود مصر لتعزيز جسور الحوار بين دول الإفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبية مع الإشارة إلى أن كرواتيا حريصة على دعم موقف مصر ونقله إلى الاتحاد الأوروبي وذلك في ظل العلاقة المباشرة بين الأمن في أوروبا والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية الاجتماع تناول استهراد نشاط صندوق تحيا مصر والخطط الحالية والمستقبلية لمشروعاته في مجال دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وقد وجه السيد الرئيس في هذا السيق بتعزيز أنشطة وبرامج صندوق تحيا مصر لصالح دعم الأسر الأولى بالرعاية وذلك بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدنية خاصة في إطار مبادرة حياة كريمة وما تشمله من برامج متنوعة في كافة المجالات وكذلك تكسيف نشاط الصندوق في توفير السلع الغذائية الأساسية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية بالكميات المناسبة وذلك في ضوء قرب حلول شهر رمضان المعظم وقد استعرد اللواء محمد أمين مجمل النشاط والدور المحوري الذي يطلع به صندوق تحيا مصر كمعاون لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشاركة الفعالة في المشروعات التنموية خاصة من خلال مبادرة حياة كريمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة